السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من قناتكم المتنوعة مهلا بيب ما زلنا مكملين مع حضراتكم في فيديوهات سلسلة العمرة و النهاردة ان شاء الله هنسحبكم في جولة في مول مزايا مول في المدينة المنورة بس عايزة قبل ما ابدأ افكر حضراتكم باللايك و السبسكرايب للقناة علشان الفيديو يوصل لأكبر قدر ممكن من الناس و عشان توصلكم كل فيديوهاتنا اللي جاية بدأنا مع حضراتكم بقسم المفروشات و بعدها دخلنا على قسم الاكسيزوريس او الاكسيزورات زي ما حضراتكم شايفين كده حاجة في منتقى الجميل المحل اسمه لمعة وجوه الخواتم هي طبعا زي ما حضراتكم شايفين هي والاساور على قدر عالي جدا من الرقة و دي القطقم الكاملة الكلية مثلا بالحلق بالاساورة و ده محل عطارة حنا بقى وتوابل و كده و ده محل مكرمشات فستين ركن الساعت الساعت كمان يا جماعة بتتنوع اسعارها ما بين الغالي و الرخيص واكيد برضو الجودة يعني ده محل برفيومز برفانات نفس الكلام هي كلها جميلة بس بيفرق السعر في مدى صابتها يعني فيه برفيومز بتفضل موجودة في الجسم فترة طويلة أو في الملابس و فيه برفيومز طبعا بتتطير بسرعة ده اللي بيفرق في السعر العالي أو السعر اللي مش عالي قوي أشكال و ألوان و أنواع بقى من كل حاجة موجودة في مزايا مول يا جماعة وتنوع في الأسعار كمان فسهل أو إنكم تلاقوا حاجة غالية أو سهل أو إنكم تلاقوا حاجة أقل غلاءا شوي كمان لو تلاحظوا حضراتكم كانوا معلقين زينة رمضان لأن حضراتكم عارفين إحنا رحنا للمدينة كنا في رمضان فتلاقوا زينة رمضان موجودة ده البرتشن بتاع الميكب و ده الأمانات اللي بيبقى واخد معاش ناط أو حاجة بيسيبها في الأمانات ده قسم الأجهزة الكهربائية و ده قسم الملابس أنا رسي هتخلكم جولة دقيقة في كل قسمي يعني أنا بس كنت الأول كده إيه لسه دخل المول فكنت باخد فكرة عامة سريعة كده بالكاميرا إنما أنا كل قسمة هدخله و هغطيه بالأسعار زي ما أنا قيل لحضراتكم في عنوان الفيديو بالزبط إنتوا عارفين طبعا إن قناتنا مش من القنوات اللي بتحط عنوان وما تنفذوش مدومت قلت بالأسعار هتلاقوا أسعار و ده بيخليني أفكركم تاني إنكم تعملوا اشتراك في القناة و لايك للفيديو علشان ما تفوتوش أي فيديو من فيديوهاتنا اللي جاية لسه هنعمل لكم جولة إن شاء الله في توب تان مول في سوق العطيبية بمكة ولسه هنعمل فيديوهات عن مزارات مكة والمدينة ففي فيديوهات جاية جميلة جدا إن شاء الله دي أطقم الأطفال والأولادي دي بدل السوبرمان فعايزة حضراتكم تشتركوا في القناة علشان ما يفوتكمش أي حاجة شربات بقى و أحذية رياضية علشان الأولاد أو البنات اللي بيلعبوا الرياضات بيحتاجوا أحذية رياضية شايفين يا جماعة الفرايطي كبيرة قد إيه؟ أشكال و ألوان وجودة مختلفة و أنواع مختلفة حرفين مفيش حاجة هتفكر فيها أو هتتمنوها ومش هتلاقوها هناك إحنا كمان مطلعناش الدور التانية أنا يعني الجولة كلها كانت في الدور الأول لأن كنا عايزين نلحق الصحور في الفندق فطبعا ده خلنا مقدرناش نكمل وطبعا كنا تعيبنا بصراحة لأن المول واسع جدا يا جماعة أنا أنصحكم اللي يروح مزايا مول يكون معايا وقت كافي أنه يلف براحته شوية دي حاجة بارتشن عليه وروض خاصة التيشرت دي كلها ب10 ريال الاستقار يا جمال هي سعودي ريال اللي هو الريال السعودي فلما تلاقوا نمبر وجنبه سعودي ريال أو استقار تعرفون ده سعر الحاجة بالريال السعودي طبعا كله هناك طبعا بالريال السعودي ده الطبيعي يعني هو ده بواحد وستين ريال ده اوتفيت على بعضه هنا هو زي كده وهنا ده نازل عليه اوفر بدل ما هو بتسعة واربعين نازل عليه اوفر بخمسة وعشرين ريال والماتيريال كمان يا جماعة مختلفة يعني بتلاقوا حاجات تناسب كل الازواء اللي بيحب الماتيريال تكونش ايه لا قوي بيلاقي اللي بيحبها بتحتاج مكوى بيلاقي اللي بيحبها ما بتحتاجش مكوى بيلاقي كله موجود اهو البرتشن كله مكتوب عليه خمسة وعشرين ريال زي ما قلت لحضراتكم وده برتشن بي تسعة واتشعر ريال اللي عايز فست هايلائي اللي عايز جاكت هايلائي اللي عايز ترينينج سوت هايلائي اهو جيت رنجات بي تسعة وتلاتين ريال جاوكت وتر بروف تبقى ضد المطر لو في مطر شونت والشونت برضو كان فيها فرايتي كبيرة جدا وكمان فرايتي في الاسعار وطبعا في الاحجام وفي الالوان وفي نوع الشونت نفسه يعني اللي بيحوز شونت سفر غير اللي بيحوز هندباج غير اللي بيحوز شنط مدارس اهو شايفين يا جماعة دي شونت سفر اهي مية وطلاتاشر ريال وطبعا شونت السفر نفسها في منها آآ مقاسات مختلفة دي مية سبعة وخمسين ريال اكبر شوية شايفين الفرايتي قد ايه يا جماعة الارض مبدورة شونت يعني ودي الهندباج ودي الشونت اللي هي الهندباج اللي بتتوسع بالسوسة مقاسات والوان وعلى فكرة ما زي امول اوفر من المحلات اللي برا يعني المدينة كانت اغلى شوية من مكة آآ هي دي باكباك اللي هي حقيبة الظهر سواء بقى اللي عايزها المدرسة اللي عايزها الرحلات اللي عايزها للنادي طبعا استخداماتها يعني ما بتبطلش اللي عايزها للحرم حتى وبعجل كمان اهي وفي منها اللي بجرار كمان ده قسم المفروشات تاني 34 ريال بطاطين بقى والحفة والحفة اطفال مصليات اكياس مخدات اطقم سرير حفظات سجاد او بصوا المصليات اهي كمان هناك المصليات يا جماعة بتتنوع اسعارها بشكل رهيب هتلاقوا بعشرة ريال هتلاقوا بتناشر ريال هتلاقوا بتسعة وتلاتين ريال المصليات يعني فيه تنوع رهيب في الأسعار وفي الأشكال في الخمات في الألوان يعني بصوا تنوع رهيب فكروني فعلا في مزايا مول وحتى مثاليات الأطفال اهيه فكروني في مزايا مول بسوق العتيبية سوق العتيبية برضو في مكة كان فيه تنوع وبصراحة كان أرخص كمان في الأسعار بس طبعا هي الماتيريولز بتختلف عشان ما نزلمش برضو طبعا فيه هنا حاجات أعلى جودة شوية من اللي موجود هناك إنما الحاجات اللي متساوية في الجودة تعتبر نفس الأسعار مش أغلى كتير فاللي حابب بيجيب من المدينة تمام الحابب بيجيب من مكة طبعا كل واحد قدرى بزروفه يعني مين هينزل فين الأول كمان دي بتفرق جدا بصوا دي بقى الألحفة الفايبر ودي كابرتات قطن اللي هي الكوفيرتا والقطن اللي بتبقى مثلا دابل للسريرين أو حتى مفرد للسرير واحد اللي حافدة ب199 ريال بتقمل حاف فايبر 4 قطع شايفين جمال الألوان ورقتها بقى يا جماعة دي المصليات التاني أهي المصليات دي كانت ب39 ريال حافظة سجاد دي بقى الدفة دي أطقم رجالي في منها اللي داخلي وفيه اللي جلاليب وأولادي اللي هي الجلاليب البيضة ودي الجلاليب الصيفي اللي هي نصكم ألوان وأبيض دول المفروشين في العرض إنما فيه منهم طبعا بيبقى مغلف في الأكياس بتاعته ومتطبق وتمام يعني مغلف زي الفل ده قسم كوتونيل ملابس داخلية برضو رجالي وتجيب بقى الجلاليب المغلفة اللي بقولوا حضراتكم عليها نجيب 25 ريال شايفين جمال التطريز يا جماعة حتى اللي هي الصيفي اللي بنصكم الألوان وبتلاقوا المقاس واضح عليها على فكرة من جوة حتى الكافر يعني بصوا الجمال والألوان والدرجات والتطريز المختلف بتبقوا فعلا وقفين محترين تجيبوا إيه وإيه لا يعني إما هنتوا لازم هتستغنوا عن حيجة معا كده مش هتجيبوا المحل كله بس فعلا الاختيار بيكون صعب من كتر ما الأزواء رقيقة وجميلة السلم ده بيؤدل الدور التاني بس طبعا ما طلعناش أنا حكيت لحضراتكم دي بقى ملابس معرفش سعودية ولا من بلد ايه أو كده بس ما فهمتش قوي بصراحة فيها احنا عندنا في مصر ومنلبسهاش فعشان كده ما عنديش فكرة عنها دي برضو ملابس يعني جلاليب ملونة كهربائيات الأجهزة بقى كهربائية خطركم فيها جولة برضو بالتفصيل وبالأسعار الأجهزة الكهربائية هناك جميلة جدا وفي منها فرايتي كبيرة لشركات مختلفة بدأنا بالفرن الكهربائي والقلية الهوائية ربعمائة وخمسين ريال دي السيف السيف دي شركة هناك يعني لقيت الختم بتاعها على أغلب الأجهزة كهربائية اهو ربعمائة وخمسين ريال زي ما قلت لحضراتكم وهلال رمضان منور على الأجهزة فرن بقى كهربائي ومايكرو ويف وكده ده القسم بتاعهم وده المكسر البروفيشنل او يعني العجانة البروفيشنل الالكترونية ربعمائة ريال وفي منها برضو أنواع كتير برضو دي السيف زي ما قلت لحضراتكم موجودة ماركة سيف دي كتيرة جدا هناك على أغلب الأجهزة الكهربائية دي خمسة واثنين من عشرة لتر الساعة بتاعتها بوب كيك ميكر بوب كيك ميكر ده بيبقى زي الكيك زي القاب كيك كده او الكيك الكاور يعني حاجة شبه الزلابيا شوية 189 ريال خمسة في واحد مش فاهمة ايه قالت المصابيب دي بصراحة ممكن حاجة شبه القطايف عندنا شوية انا مش متأكدة قوي ايس كريم وافل ميكر تقريبا ده زي البسكوت كده بتاع الايس كريم اللي احنا عندنا في مصر بنبقى زي الكونز كده هو عندهم تقريبا عامل زي القاب شوية ودي مكانة عمل المعمول الفور بعمية وات برضو الصيفة ايه 14 ريال ده صندويتش ميكر وده صندويتش ميكر تيني بمية وطنشر ريال وده من صندويتش ميكر تيني بمية وطنشر ريال مية سبعة وثلاثين ريال اتنشر قطعة بيعمل اتنشر قطعة دونتز برضو ده من سنتين دي ماركت كريبتون دي ماركت جانو دي ميكر اللي هي المكنة بتاعت غزل البنات مية تمانية وستين ريال ودي خبازة منزلية بتعمل العيش البلدي العادي اهو دي الصورة واضحة بمنظر الرغيف على العلبة بمتين واحد وثمانين ريال سعودي محمصة القهوة برضو تبع شركة الصيف مية سعة وستين ريال ساموسا ميكر اللي هي السامبوسة الصناعة بتاعت السامبوسة طبعا في مصر احنا عشق سامبوسة يعني تلاتة وتسعين ريال حل الضغط بربعمية وتسعتاشر ريال لك نذكر تلاتة وتمانية من عشرة لتر تلاتة ومية اربعة وتلاتين ريال اتنين وتمانية من عشرة لتر كل دي حل الضغط بقى يا جماعة ميتين واربعين ريال هما سعدي بقلازقين السعر بالشقلوب يعني بس انا معيك وان شاء الله بنقرها سوا يعني دي لعجانال تاني هي كل ملف في مكانها لقيها تاني يعني فهي بتيجي معيها ساعات في التصوير انما خلاص انا قلت لحضراتكم عليها يعني بربعمية ريال وبعدين في منها انواع مختلفة طبعا كزا شركة يعني مش كلها نفس الشركة كده دخلنا على قسم التجميل في الادوات الكهربائية بقى البيبيليس بقى والسيشوار وكده مكان مكينات الحلاقة والحاجات دي فرش الكترونية مية وحداشر ريال ستايلر زباني بقى يا جماعة مختلفة بتعمل ستايلات مختلفة للشعر تسعين ريال مصفف للشعر اهو مية وسبعة ريال ستشوار كريبتون اهو مية واربعتشر ريال مكينة حلاقة للشعر للمحترفين خمسة وسبعين ريال مكنة حلاقة رجالي مية و تلاتشار ريال نقدر نقول ان ده قسم الخاص بالتجميل يعني او النظافة الشخصية طيب هنا بقى دخلنا تاني على آآ الاجهزة الكهربائية الخاصة بالمطبخ العجانات و آآ وكده دي بقى مكنسة كهربائية الف وثمانمية واط و الفين وثلتمية واط اهو باردو مكنسة كريبتون مزين خمسة و تلاتشين ريال وواحد وعشرين لتر طبعا المكنسة الكهربائية يعني ما فيش غنى عنها في الوقت الحالي جهي تاشي مكنسة بردو سبعة مية واتنين ريال سترونج ميتل آآ بادي يعني البادي بتاعها يا جماعة معداني قوي خمسمية تلاتة واربعين ريال واتجب ستمية تلاتة واربعين ريال ساعة خمستاشر لتر نجيب لكا ندكر تلاتين لتر خمسمية واتسعين ريال نجيب أستيريو او سماعية سبيكرز الصب يعني احنا بنقول عليه في مصر هنا الصب السماعات اللي هي بتعلي الصوت قوي ده بقى قسم التجميل وادوات التجميل وادوات النظافة الشخصية الحاجات اللي زي كده مزين لرائحة العرق الحاجات اللي زي دي الشامبول المعجون الأسنان معجون الأسنان والحاجات اللي زي كده كلها زيوت الشعر بقى الصبغات الناس اللي بتحب تصبغ شعرها كلام ده كله كل ده كان موجود هنا كريمات بقى مختلفة وماركات مختلفة كتير بقى كل واحد طبعا بيختار المركة اللي تناسبه وتناسب ميولو ده موف لعلاج العظام وكده لو حد عنده مفاصله واجعيه او حاجة مع العمرة او الحج بتسهل علينا جداً بس هو بصراحة ريحته نفذها شويه البلاستيكات يا جماعة كان عليها نصف السعر اللي هي العلب البلاستيك والأزيز البلاستيك والحاجات دي كلها زي محضراتكم شايفين كده مكتوب عليها نصف السعر واحطوطها في بارتيشن لوحدها كل دي حاجات عليها نصف السعر السبح بقى اللي حابب يجيب هداية من هناك والبرفومز البرفومز اللي هنا في الستندات دي بتبقى أرخص شوية من اللي في المحلات اللي برا والبخور نفس الكلام دي طبعاً استندات بخور بقى برائحة العود بخور زايد بخور معرفش الملكي مركات بقى مختلفة طبعاً احنا يعني مش كل الناس بتفهم فيها أنا شخصياً ماليش قوي في البخور وما بحبوش قوي بس عموماً هو هناك كان فيه مركات كتيرة جداً واسعار مختلفة فبرضو دي حاجة كويسة جداً وفيه مخمريات أصل العود فرايتي كبيرة جداً يا جماعة يعني عشاق البخور هيتبستوا جداً هناك يمكن البخور ده كان مميز شوية عن سوق العطيبية ما كانش فيه كتير في المولاد بتاعته بخور زي هنا بصوا كمان هنا القسم بتاع الأدوات المنزلية يا جماعة مميز جداً يعني بجد يخطف القلب من جماله بصوا الجمال بصوا الرقة والذوق الراقي والشياكة وجمال الألوان ورقة الألوان تناسك الإزاز مع المذهب يعني إطباء الفاكهة وشيالات الفاكهة هنا بقى الكاريكات سوي العربيات الأطفال لعب الأطفال الحاجات جي كلها هنا موجودة احنا نرجع تاني لكسم الأدوات المنزلية من قريب شوية بس أما بلاقي كسم مفتوخ قدمي واسع إن نقدر أصوره من غير محد يكون متابيعني أوي أو هيزعق على الكاميرا أو كده بصوره لكو هو الأول وبعد كده برجع كمل فيه الكسم التاني بصوا هنا ده كده كسم الألعاب الأطفال الصغنونة بقى تجمع قدام الشاشة دلوقتي تتفرج على الدبا دي بالعسولة بقى والحاجات دي والبنانيت بقى والألعاب العرايس والتوك والحاجات دي والمطبخ والحاجات اللي زي كده تصفيف الشعر التسريحة الحاجات اللي زي كده القانكت فور سواء بقى أولاد أو بنات كلنا بنحبها طبعا القانكت فور دي بقى العرايس اللي على شكل طايجرز ولايونز وبييرز تدي بيرز والألوان مختلفة وجميلة دي الكاتلز كانت في جنب كده الوحدها مية تمانية وخمسين ريال مية سبعة وعشرين ريال طبعا أنواع مختلفة زي ما قلت لحضراتكم في اللي كلها إزاز شفاف في اللي كلها مش شفافة آآ معدن دي بصوا شفافة كلها تلاتة وتمانين ريال دي مية تمانية وخمسين ريال جزء بس شفاف اللي هو بيبين بس إذا كانت المية غليت ولا لأ بصوا هنا الكسم بقى بتاع الأدوات المنزلية نكمل معنا تاني وكسم تغليف بقى و باولز إزاز اطبق فاكها صواني أي حاجة بقى إيه وتجيه بقى حاجات تغليف ده موقت سلك كهربائي ده بيبقى مفيد جدا في العمرة وفي الحج وخصوصا الحج الناس اللي ممكن تبقى واخد حاجات نص سوى تسويها سوى كامل مية و تلاتة عشر ريال شعلتين ده موقت حجر كهربائي تمانية و تسعين ريال ده موقت واحد أو شعلة واحدة يعني يعني فيه اللي شعلة واحدة وفيه اللي شعلتين وانا افضل اللي هو شعلة واحدة كفاية يعني عشان ما نشيلش تقيل لو احنا مسافرين خمسة وسبعين ريال بصوا يا جماعة هو موضوع الموقت الكهربائي ده مفيد في الحجة اكتر من العمرة ان العمرة مناخدش فترة طويلة قوي هناك دي مكوى بخار ودي برضو مكوى بخار 161 ريال الحج فترته بتبقى طويلة جدا جدا وبيبقى فعلا مرهق ومتعب فانا عشان كده بفضل ان في الحج نكون يعني حتى من وقت للتاني بنكون مختبخة صغيرة دي برضو مكوى بخار ب90 ريال بصوا الوانها جميلة ازاي انما في العمرة احنا ممكن يعني نكتفق دي مكانة قهوة يا جماعة مكانة قهوة 527 ريال يعني احنا في العمرة ممكن نكتفق لو العمرة مثلا اسبوعين زي ما انا كنت رايحة كده ممكن نكتفي جدا بالمعلبات مع وجبة او وجبتين بكتير 3 من بره ومحتاجين اننا ممكن زي ما قلت لحضراتكم في الفيديو بتاع تجهيز شنطة العمرة ناخد برضو بانيه مثلا مقلي جاهز يكفينا يومين 3 يتحط في التلاجة بصوا دا 92 ريال برضو مكانة قهوة كافي ميكر فانا برضو هسيب لحضراتكم اللينك بتاع الفيديو بتاع تجهيز شنطة الحج والعمرة في شاشة النهية ويه كمان هسيب اللينك بتاعه في الديسكريبشن بوكس علشان اللي حبيب يعرف ازاي نجهز شنطة الحج والعمرة ويه انصحكم يعني انكم لو مسافرين حج انكم تاخدوا معاكم كام وجبة كده ويه سخين كهربائي ده هيسهل عليكم الدنيا شوية عشان ما تهبطوش وتتعبوا هناك انما لو الحالة المادية ان شاء الله متيسرة انكم تجيبوا اكل من بره كل كام يوم يبقى افضل من شيلة السخين والكلام ده وكمان عشان العدد اللي في الغرف بيكون كبير عدد الافراد فعشان ما تتخنقوش على الفياش والكلام ده بصوا يا جماعة هنا هو القسم بتاع الادوات المنزلية عليها عروض خاصة الحاجات دي شيلة الكحكة والفاكهة والحاجات دي 28 ريال بصوا اشياكة والاناقة والجمال والرقة وجمال الالوان ده عليه سعرين فمش عارفة بصراحة بقى السعر الاصحة اني او هو عليه اوفر او ايه مش عارفة ايه واني بقى فخرية وصيني اطقم على بعضها او حاجات مفرد براحتكو بقى كله موجود دي برضو حلال ضغط بخار 255 ريال شايفين فرايتي قد يا جماعة وفي منها الجرانيت كمان اطقم بقى فناجين وقناء كده صغنانة حاجات بقى للقهوة وحاجات للقهوة العربي ايه كبايات للعصاير كبايات للمية بصوا الاطقم المذهب في الابيض في جمال وبقى يا جماعة شايفين الجمال شايفين الوردة اللبني او الزرقة الصغنانة في الابيض او في المذهب دي السرافيس الكبيرة برضو للصيني اللي بغطى شفاف عشان العزمات والولائم وكده دي التربوهات تربوهات الوان كده في منها الشباكة وفي منها العادية المفتوحة العادية ودي صفيات الاطباق وترابيزات صغيرة زي تقطوقة كده بالعرض ودي برضو اواني بغطى شفاف اواني صيني بغطى شفاف عشان برضو العزمات وكده وغرف الطعام يكون بحاجة شيكة على الصفرة بصوا الصواني بقى ورقتها وجمالها مريا يعني مريا مش صانية والمذهب بتاعها ورقته انا ظهر اهو في الصانية وانا بصور ما بقتش صانية بقت مريا بتجيبنا انا وانا بصور يعني قلت لازم اظهر لكم في الفيديو برضو يعني ماينفعش اعجي الفيديو كده من غير ما يعني اقول لكم سلام عليكم واسلم عليكم ماينفعش بالمناسبة دي يا جماعة عايزين ندعي لكل طلبة وطلبات الصنوية العامة احنا في مصر طبعا دلوقتي عشان حبيبنا لمن بلاد تانية ما يعرفوش احنا عندنا في مصر دلوقتي متحنية طلبة الصنوية العامة اه يا ربي يوفقهم جميعا شايفين يا جماعة البراد شايفين البراد وجماله شايفين جمال الالوان شايفين الروعة حاجة تختف دي زي دوارق او شافاشق كده للعصاير الرمضانية وهنا احنا عند الكاشير دي القواعد اللي هما بيعتمدوها هناك في المال الدفع من خلال بطاقة فيزا او ماستر كارد لا تسترد مبالغ نقدية ويجب احضار فاتورة الشراء عند الاسترجاع او الاستبدال واسترجاع المبالغ النقدية خلال 24 ساعة الاستبدال خلال 3 ايام فقط استرجاع او استبدال فستين الصهرة بنفس اليوم الملابس الداخلية لا ترد ولا تستبدل الالعاب المقصورة لا ترد ولا تستبدل وادوات التجميل المقصورة او المفتوحة لا ترد ولا تستبدل كده انا قريت لحضراتكم كل القواعد بتاعت المكان علشان تبقوا برضو على نور وانتوا داخلين تشتروا تبقوا عارفين بالزبط اللي ممكن يتبدلوا اللي لأ وتعرفوا ايه اللي ممكن ترجعوا وايه شروط استرجاعوا والمواعيد وكده خلصت معاكم حلقتنا النهاردة وخلصت جولتنا معاكم في مزايا مول اتمنى يا رب انكم تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معنا واتمنى كمان انكم ما تبخلوش عليا باللايك الجميلة وتنشروا الفيديو وتبعتوا لكل حبابكم واصحابكم كمان ما تنسوش تشتركوا في القناة علشان توصلكم من هنا كل فيديوهاتنا اللي جاية لسه اللي جاية اجمل واجمل معاكم ان شاء الله كمان نفسي تدعموني علشان عيلة القناة مش هتجبر غير بيكم انتوا اهل القناة دلوقتي لازم تدعموني اشكركم واشوفوا فيديو جديد شوفوا الفيديوز اللي على الشاشة ومستنية رأيكم في الكومنس مهلا بيب باي باي